موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي من الحلوية المعسلة اللي صراحة كي يجي ويلدت الطريقة اللي هي سهلة و بسيطة ايضا في المنظر ديالون فكي جمزوني مزاف اليوم ان شاء الله نحضر واحد الحلوية اللي كتجي بين مطاق الحلوة والملح الطريقة اللي هي هتشوفوا معي طريقة سهلة و بسيطة كتجي لديدة بزاف كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تجربكم الحلقة اليوم اقول ممرن طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر اشتراك ثم اتفعل جرس باشتوصى ان شاء الله بكل ما هو جديد وده بخالكم مع الطريقة تحضير فبنسبة طريقة والمقادير اول حاجة نحتاج هناك كاز العنبا ديال سميدة رقيقة تقريبا 150 جرام ايضا نضيف كاز العنبا ديال دقيق الفينو او دقيق الاسفر 100 جرام نضيف هناك كاز ديال دقيق الابياض هنا بعد مغربته تقريبا 100 جرام و نضيف هناك 4 كاز العنبا ديال زيت نباتية و نضيف جوج معلق كبار ديال زينجلان محمار بعد محمرته و طحنته مزيان بهذه الشكلة و نضيف هناك واحد ملعقة كبيرة ديال سكر سانيدة و نضيف واحد شوية ديال ملحة و نضيف واحد ملعقة صغيرة ديال القرفة و نضيف رسم ملعقة صغيرة ديال الخميرة الحلوى و نضيف واحد ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية و نخلط هذه المقادير الكاملة نخلطها مزيان و نضيف واحد ملعقة صغيرة ديال ملغة لانجزل خلطها خلطة و افضل رضبه بشوية جمعة في الخليط ديالي حتىًا نحصل على العجينة لكتكون رطبة ثم نجمع العجينة جيدة نغطيها بلاستيك الغذائي ونجعلها ترتاح 30 دقيقة نتزع زائحة ثم نضيف العجينة لترتاح نأخذ العجينة سلعجل البعض نضيف الجوب وبالنسبة للحشوة اللي أنا هنستعمل فأنا هنستعمل حشوة ديال الجب فهنا هي أخذت الجب بعد ما قطعتها ديال طريفة صغار بهذا الشكل هذا فبالنسبة للجب كيمكن لكم تاخدوا أي نوع ديال الجب اللي كيجبكم المطاق دياله هنا هي كان عمله في وسط العجين بهذا الشكل هذا وكان شكل عجينة ديالية للشكل النجمة فهنا كان أخذ العجين وكان ضغطها لهم زيان بهذا الشكل هذا اللي هتشوفوا معي ومن بعد ضروري أنا كان تبتوا العجين مزيان مع بعضيته باش مني نكونوا كان قليوا الحلوة ديالنا ما تتحلشي لينا هذا الشي قد لكم لجينة ضروري خصا تكون لجينة خفيفة وهنا يا كان تبت العجين مزيان وفي نوصل الوقت كان أعطيه الشكل ديال نجمة فكيف شوتوا الطريقة فهي سهلة فأنا من بعد ما كان سالي كان من لفحة سنية وكان مقام السمرة بنفس الطريقة حتى نكمل كمية ديالعجين اللي عندي كاملة شكرا شكرا بعد ما كان ساليه ثم بعد ما اخذت سيته كان خليه حتى يسفن واحد شوية ومباشرة كان نقلي الحلوة ديالنا بهذا الشكل هذا يعني كان عملها مزيد وكان خليها حتى تتحمر بكل جهة وهنا من بعد ما كان شفوها تحمرت مزيان فهنا مباشرة كان أخذوها وكان عملوها في العسل ومن أحسن منها كان خليها في العسل حتى كان تشرب مزيان فمن لسبة العسل فأنا سبق لي وحضرت لكم فيديو خاص ان شاء الله نخلكم في آخر فيديو طريقة تحضر العسل اللي انا كنستعمل ودبا بعد ما كان ساليه فكن خلي الحلوة ديالي في العسل تقريبا يعني شحال ما بغيت نخليها دلوقت أحسن يعني عيدا باش كتجيني اني شرب العسل وكتجيني معلكة من الداخل وكتبقى معنا المدة طويلة وهي اني شرب العسل ودبا بعد ما ساليه فقدمت بها تشكل هدا وبالنسبة للتزين فأنا زينتا بشوية ديال الزنجلال اللي اسبق لي ولونته باللون الأخضار فأنا اسبق لي أيضا حطت لكم الفيديو طريقة تحضر أو التلوين للزنجلال الخاص بالتزين فكيجي الصراحة كيجي مزيون بزاف بالنسبة للتزين مع السيلات كيجي بها تشكل هدا وانا يعني نوريكم الحلوة دينا كيفاش كتجي من الداخل فهي كتجي معلكة وكتجي الشرب العسل وكيجي أيضا دك الجبن كيجي معلك من الداخل يعني كتجي بين حلوة وبين الملاح يعني صراحة كتجي لدي دبزب وكتجي مميزة كيف شفت معي التارقة ديالها فهي سهلة أنا هنا كيف شفت معي فأحضرت لكم القياس الصغير كيمكن لكم الضعف والمقادر أيضا إذا بغيتوا تعملوا واحد الكاميون تحتفظوا بها في المجامل فهي صراحة كتفقها مزيانة أنا عندي مجاربة كنتمنى أنكم تجربوها كنتمنى تكون أجبتكم الحلقة ديالي وما وإذا أجبتكم الحلقة ما تنسوا تعمل الإعجاب وأيضا تبرتجوا الفيديوهاتينا مع الأصدقائدي لكم باش كتعمل فائدة إن شاء الله للجميع ودبا نخليكم على خير وسلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة